لو مش بتحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر او حتى لو كنت بتحافظ عليهم بس بتأخرهم عن معادهم او لو كنت بتحافظ عليهم بتصليهم في معادهم بس مش عارف ايه فضل صلاة الفجر وصلاة العصر وفضل الوقت بتاحهم اسمع الفيديو ده للاخر واوعدك انك ان شاء الله مش بس هتحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر انت كمان هتستنى الازين عشان يأذن عشان تقوم تصلي قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايما كنت بسأل نفسي إيه الفضل العظيم في صلاة الفجر وصلاة العصر وليه ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالفجر والعصر وليه ربنا أمرنا إن إحنا نحافظ على الصلاة الوسطى إيه هي صلاة العصر وليه النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إن إحنا نحافظ على صلاة الفجر في وقتها في حديث جميل قوي عن سيدنا جارير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي إلى القمر وكانت ليلة بدر فقال النبي إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا حديث متفق عليه والمقصود في الصلاة هنا صلاة الفجر وصلاة العصر وبرغم السواب العظيم برؤية ربنا سبحانه وتعالى بسبب صلاة الفجر وصلاة العصر إلا أني برضو سألت نفس السؤال إيش معنى؟ إيه الفضل فيهم؟ إيه الفضل في الوقت ده؟ هل الوقت ده في حاجة مختلفة عن أي وقت في اليوم؟ آآ آآ قريت كتير إن بعض المفسرين وبعض الشيوخ قالوا إن صلاة الفجر بيبقى الناس فيها نيمة فقليلين اللي بيقوموا يصدوا الفجر وإن صلاة العصر بتبقى ناس كتير مجغولة بالمعيشة وناس في شغلها فقليلين اللي بيصدوا العصر في وقته يمكن الناس بتأخروا لكن برضو حسيت إن في حاجة أعظم من كده تخلي ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالفجر والعصر آآ فلاقيت في حديث جميل قوي عن سيدنا آآ أبي هريرة قبل ما أقول الحديث سأقول لكم معناها الأول وبعدين نقول نص الحديث في ملائكة بتبقى موجودة بالليل وفي ملائكة موجودة بالنهار لما بتنزل ملائكة النهار بتصعد ملائكة الليل ولما بتنزل ملائكة الليل بتصعد ملائكة النهار إمتى بيحصل التبديل ده بيحصل في وقت الفجر ووقت العصر ولما بتروح الملائكة ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم ربنا وهو طبعا أعلم بيقولهم كيف طرقتم عبادي أنتوا سبتم عبادي بيعملوا إيه فالملاكة بتقول على اللي بيصلي الفجر والعصر طرقناهم أتيناهم وهم يصلون وطرقناهم وهم يصلون هنا لازم تقف لحظة وتدخيل معايا المشهد ده الملاكة الموكلة بالنهار هتنزل في وقت صلاة الفجر وانت واقف بتصليه وملاكة الليل هتصعد وتقول لربنا وتشهد لربنا سبحانه وتعالى تشهد قدام ربنا سبحانه وتعالى انهم سبوك وانت بتصلي اعتقد ان الفكرة نفسها لو سيطرت عليك هتبقى الآن قوي ان الملاكة او تكون في حضرة الملاكة وانت نايم او انت بتعمل حاجة مش تمام او انت مجغول او انت بتعملي اكل ساعة مثلا العصر لكن فكرة انك بتستنى الاذان عشان في الوقت ده الملاكة بتاعت النهار عايز تستقبلهم وانت قائم واقف تصلي او عايز تستقبل ملاكة الليل وانت واقف بتصلي العصر عشان الملاكة تشهد عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت واقف بتصلي أعتقد أن أنت استحالة تضيع الوقت ده وهتستنى الأذان عشان تقوم تصلي نص الحديث ده بيقول عن أبي هرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يخرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم كيف طرقتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وطرقناهم وهم يصلون في رواية تانية عن أبي هرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجتمع ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم كيف طرقتم عبادي فيقولون أتينيهم وهم يصلون وطرقناهم وهم يصلون فيا نعم قوم تبدأ شهادة الملائكة لهم بالخير وتختم بالخير أسأل الله العلي العظيم أن نكون أنا وأنتم منهم إن شاء الله أذكركم ونفسي بالحفاظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في وقتها شكرا لحسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته